هناك قصف مدفعي متواصل نظرا لأن محاولات أيضا تجري من قبل الجيش الإسرائيلي محاولات للتوغل وفي الجهة المقابلة هناك أيضا تصدي من قبل عناصر حزب الله لهذه المحاولات أيضا في تلك المنطقة في كفركيلة تحديدا تم استهداف أو تصويب النيران للمرة الخامسة على مقر لليونيفل وحدة الطوارئ الدولية الأممية التي لم تغادر مواقعها هناك تم استهدافها بدبابة ميركافا ضربت برج المراقبة وأيضا تسببت في أضرار لكاميرات المراقبة في تلك المنطقة قرب كفركيلة رغم التحذيرات الأممية المتكررة من عدم المس بسلامة جنود أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هذه المنطقة نتحدث عن المثلث الممتد بين كفركيلة ومركبة وأوروبا 30 هذه المنطقة باتت أسخن منطقة أو ثاني أسخن منطقة بعد المحور أو القطاع الشرقي حيث المحور الممتد على المثلث بين عيطا الشعب والقوزح وراميا هناك تسللت بحسب بيانات حزب الله دائما تسللت قوة إسرائيلية وحاولت التمركز في موقع قريب لم يحدد استهداف هذه القوة من قبل حزب الله بالنيران مما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتله وجرحه بحسب ما جاء في البيان كذلك في خراج بلدة عيطا الشعب وتحديدا في خلة وردة أيضا جرت هناك عمليات استهداف دبابة إسرائيلية مركابة وأيضا على مستوى مرتفعات اللبونة أيضا في القطاع الغربي دائما تم استهداف دبابة مركابة أيضا وسائل الإعلام المقربة من حزب الله ما زالت تنقل لحد الآن صور هذه الدبابة وهي مشتعلة ولم تستطع طواقم الإطفاء والإنقاذ في الجهة الأخرى من الجانب الإسرائيلي الوصول إليها قنوات مقربة من حزب الله ما زالت تعرض هذه الصور لحد الآن ما زالت مشتعلة في هذه الليلة ولم يعرف إن كان طاقمها كما قال بيان الحزب صدر قبل نحو الساعة بين قتيل وجريح وكنا في خلال مساء أو ظاهرة الأمس كانت مصادر إسرائيلية تحدثت عن حادث صعب في تلك المنطقة خاصة في منطقة القوزح التي أيضا تم في استهداف قوة إسرائيلية فيها على مستوى أيضا عمليات التي شنها حزب الله خاصة ردا على استهداف الضاحية الجنوبية تم إطلاق رشقات ساروخية على كل من صفد وأيضا على منطقة أخرى في الجانب أو في الأراضي المحتلة هذه العمليات أيضا تراوحت بين رشقات ساروخية ليس فقط إلى الداخل الفلسطيني المحتل لكن أيضا تم إطلاق عدد من الرشقات الساروخية بحسب بيانات الحزب على تمركزات وتموقعات للجيش الإسرائيلي مباشرة على الشريط الحدودي خاصة في ثكنة يفتاح وكذلك ميسكاف عام ووادي هونين وغيرها من التجمعات التي استهدفها الحزب بحسب عدة بيانات أو سلسلة بيانات أصدرها بالأمس ووصلت إلى أكثر من 17 بيانا كل بيان يحمي عنوان كبير لعملية قام بها الحزب الآن نسمع دوي القصف هذا القصف المدفعي كما قلت ما زال متواصل في هذه المناطق خاصة يستهدف البلدات الواقعة مباشرة على الشريط الحدودي كنا قبل قليل أيضا نسمع رشقات وطلقات من أسلحة رشاشة ثقيلة لم نتأكد إن كانت نتيجة مواجهات مباشرة خاصة على المثلث الرابط بين كبركيلا ورب 30 ومركبة أم هي عبارة عن عمليات تمشيط يقوم بها الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة تمهيدا لعمليات توغل محتملة يقول الحزب أنه يتصدى لها باستمرار غرفة عمليات المقاومة كانت قد أكدت في وقت سابق بأن عمليات التصدي هذه ليست موضعية أي بمعنى أن مقاتلي الحزب ينتقلون من مكان إلى آخر وهو ما سمته غرفة عمليات الحزب باستراتيجية الدفاع المرن التي تعتمد على استدراج أو السماح بدخول قوات إسرائيلية معينة إلى داخل الأراضي اللبنانية ومن ثم استدراجها إلى فخاخ سواء كانت بعبوات ناسفة أو عن طريق استهدافها بالسواريخ والنيران الموجهة مباشرة من مخاب يستخدمها عناصر الحزب في هذه المناطق المشتعلة فضلا على شبعة أيضا التي باتت وقرى وادي العرقوب التي أيضا باتت جبهة أخرى مفتوحة للموجهة شكرا جزيلا لك مرسلنا صبر أيوب من حصبي وشكر موصول لعبد القادر عبد الحليم مرسلنا من القدس بطبيعة الحال سنعود إليكم في سياق هذه التغطية